مش عايز أقول لفظي مش كويس إنما الأمور ممكن توصل لمرحلة الخيانة الخيانة ممكن توصل لك وإنت لما بتحبش الخير للبلد والمنتخب وفي المجال اللي أنت بتنتمي إليه لأ ده شيء غير مقبول ومرفوض تماما خلينا أقولك إن في بعض الإعلاميين كمان البعض يعني أو بعض المحسوبين على منظومة الإعلامية الرياضية في مصر ممكن يستنوا أي تعصر المنتخب عشان يطلعوا يقطعوا في اتحادك وورا يقطعوا في المدرب عشان يكون فيه محتوى مختلف بالشكل معين تمام أنا صريح جدا آه أنا صريح جدا فيقول لك إيه منتخب لو خسر النهاردة طب نسئل لي بقى الفرصة دي أنا حطلع أقول وأعمل وكذا وزع وصوت وكلام من ده فما يبقاش القلب على المنتخب أه بشوف إن كل الحاجات اللي زي دي بتؤدي للي إحنا وصل نار دي حقيقة النواية مش سالكة تنطلع عدم الصفاء أكيد يعني الدليل دي لها دور أكيد أكيد لها دور بس هرجع تاني وأقول إنه اتحاد الكرة عليه دور كبير جدا في إن الكلام ده يعني يتنسح إن الكلام ده ببقاش موجود عليه دور في التنظيم الجيد في الإدارة الجيدة في الإدارة العلمية عليه دور في حاجات كتيرة يعني بس في الأندية أنا دايما لما بأسأل بقول إنه الإدارة جوه أي نادي أنا توليت مسؤوليته أو أي مدرب يتولى مسؤوليته جوه نادي بتمثل ستين سبعين في المئة من النجاح الإدارة نسبة كبيرة الإدارة طبعا الإدارة طبعا لو أنت معاك أحسن فرقة في المسابقة ومعاك كل الإمكانيات الفنية اللي تسمح لك إنك تحقق وفي إدارة مش وعية مش مدركة مش منظمة فتأكد إن الفشل قادم قادم يعني أنا بقولش إن اتحاد الكرة فشل إنما هو محتاج لإنه يهتم أكتر محتاج إنه يتعمق أكتر في بعض الأمور أو في كثير من الأمور طب البعض بيتهم الكابتن حزمام إنه هو سبب من أسباب فشل المنتخب هل بتتطفق مع الكلام ده ولا مش شرط يكون الكابتن حزمام بما إنه مشرف على المنتخب بص هو أكيد بحكم قربه من المنتخب بحكم زعله في فترة من الفترات لإنه ما كانش ليدور في انتقاء المدير الفني أنا فاكر كان حصل موقف كده وابتعت شوية عن المجلس ولما رجع رجع بصلاحيات يعني حب إنه يتصالح هو اللي اختار فيتوري الجزء ده مخليه أون سبوت شوية مخليه حازم أون سبوت شوية بس أنا مش مع الفكر ده خالص لأنه حازم لما اختار ما دربش مجلس إدارة نادي الاتحاد كورتر قدم على أدية عشان يوافق على القرار صح فالقرار إذا كان هناك قرار مش في الاتجاه الصحيح فهي مسؤولية مجلس إدارة الاتحاد بالكامل من أول رئيس الاتحاد إلى أصغر واحد مسؤولية كاملة الكل مسؤول ده إذا كان هناك قرار خاطئ في التعاقد مع فيتوريا القرار كان خاطئ أم لا صحيح؟ بس القرار كان الخطأ اللي غلط فيه بنود التعاقد بنود التعاقد يعني مدة الأربع سنين دي كانت غلط؟ لا لا بنود التعاقد أن أنت لازم تقول لنفسك أنت ماشيت فيتوريا إمتى؟ في نص البطولة صح مش كده؟ دي أول بطولة خرجنا أول بطولة ياخدها يشارك وحط في العقد أننا لو خرجت من دور الستاشر يحق لها فسخة تعاقد دون الالتزام بسداد الشرط الجزائي مثلا يبقى العقد ما ففوظت القائية بس أهو مفكرش ودي أو حط أنه بعد لو خرجت من الأدوار التامدية في البطولة أننا أدفع بدل مدفع ثلاث شهر مثلا صح صح إنما أنت ما تصورتش أن ده ممكن يحصل ودي مسؤولية مجلس لأ لازم تتصور وتحط بلان لكل ما هو ممكن يحصل دي مسؤولية مجلس إدارة يعني فكرة كون إن أنا أختار بقى فيتوريا أو مختروش أيوة ما قدرش أنا أحكم على فيتوريا من خلال أدقه في البطولة حتى لو ما ضربتوا منتخبات قبل كده مش 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 شرط مش شرط لا مش شرط لكن أنا حكمت عليه في البطولة تمام أنا لو عضو مجلس إدارة في الاتحاد لا أحكم عليه من حاجات من خلال تاريخه بقى نفو السابق اللي أنا معرفوش نفو أنا شخصيا معرفوش أكثر من خلال تاريخه بقى وش شهرط